تبذل مملكة البحرين جهودا جبارة في مواجهة فيروس كورونا لكن المرحلة الحالية تتطلب الإصرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتصطيح منحن الانتشار وذلك بالمواكبة مع جهود كافة الجهات المختصة في مملكة البحرين أول سالة أسأل نفسي لما أشوف ارتفاع هل أنا كنت أحد الأسباب في هذه الزيادة ولا لا فيبنى وقفة حازمة مع جميع المواطنين والمقيمين لتعديل هذا الوضع وبصورة سريعة وجذرية جهود حثيثة تبذلها مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا ومرحلة حساسة تتطلب وعيا مجتمعيا يساند الجهود المبذولة لا سيما مع الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات القائمة مؤخرا تركزت جهود فريق البحرين خلال الفترة السابقة على تعزيز الوعي والتأكيد باستمرار على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثيف الرقابة على الأسواق والطرق والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ووسائط النقل كل هذا بهدف تجنيب أبناء المجتمع خطر الإصابة أو العدوى أو نقل الفيروس وترتب على هذه الجولات الرقابية إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والمنشآت كان آخرها إغلاق خمسة مطاعم لمدة أسبوع ومخالفة أربعة وثلاثين مطعما وذلك إثر رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وجل هذه المخالفات والإغلاقات أتت ضمن 190 زيارة تفتيشية المخالفات التي تم رصدها والإغلاقات التي تم تطبيقها يترتب عليها تقليل في رقعة الانتشار فكل تساهل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سواء على الأفراد أو المنشآت يساهم في دفع منحنى الإصابات للعلى ولعل الارتفاع الذي لوحظ مؤخرا هو شاهد على عدم الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بكافة الإجراءات الاحترازية وبناء على ذلك تزداد وديرة الضغط على جنود الصفوف الأمامية لكن هذا الضغط لم يكن عائقا على تنفيذ الخطط والرؤية الاستراتيجية المبنية على الأرقام من قبل الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا وفي هذا السياق قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بزيارة تفقدية إلى مجمع السلمانية الطبي وعدد من مراكز العزل والعلاج وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات القائمة لفيروس كورونا الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو خير ما يقدمه المواطن والمقيم لجهود هذه الكوادر الوطنية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل سلامة وصحة المجتمع فالفريق الوطني لم يقصر في أداء مهامه إلى هذه اللحظة لكن جل التقصر بالأرقام والبراهن العلمية هو من بعض السلوكيات الاجتماعية التي ينبغي علينا التخلي عنها في المرحلة الحالية